صباح الخير وتحية لكل اللي عم يسمعنا وبشوفنا بس بيديو الصباح لهذا اليوم اليوم البداية طبعا ريال مدريد اللي هو حامل لقب الليجة الإسبانية الموسم الماضية أيضا حامل لقب الشامبيونز ليجة الأوروبي ريال مدريد عم بيضحي يعني خلال الساعات الماضية مثل ما حاكينا عم بيضحي بأهم نجومه أهم صناع المجد بالسنوات العشرة الماضية عم بيضحي بلاعب الوسط المدافع البرازيلي كارلوس هنريكي المعروف باسم كاسيميرو اللاعب البرازيلي الشهير البالغ من العمر 30 عام اللي انتقل خلال الساعات الماضية لصبوف المان يونايتد الفريق الإنجليزي العريق مقابل طبعا 70 مليون يورو العقد رح يكون لمدة خمس سنوات قادمة كاسيميرو يعني أكيد أشراق ريال مدريد بيعرفوا أن كاسيميرو كان واحد من أهم اللاعبين اللي حصلوا على البطولات مع ريال مدريد خلال السنوات الماضية خلال السنوات اللي أضاها مع الفريق الملكي طبعا انتقل كاسيميرو لصبوف ريال مدريد عام 2013 قادما من ساونبولو البرازيلي حقق مع الفريق الملكي كاسيميرو 18 لقب كان خلصة ألقاب منه ضمن دوري أبطال الأوروبا الشامبيونزي بالأوروبي أيضا بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب ببطولة كأس العالم للأمدية ثلاثة ألقاب بالليجة الإسبانية وأيضا ثلاثة ألقاب السوبر الأوروبي ومثلة طبعا بكأس السوبر الإسباني إضافة للقب واحد بكأس ملك إسبانيا طبعا كاسيميرو توج أيضا بالإضافة للجوائز الجماعية مع ريال مدريد توج بالأيام الماضية بجائزة أفضل لاعب بمباراة السوبر الأوروبي اللي فاز فيه ريال مدريد قبل أسبوعين على انتراخت فرانكفورت الألماني اللي هو بطل بطولة الدوري الأوروبي وطبعا نعم يتواجد حاليا أيضا كاسيميرو بقائمة أفضل اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 طبعا للمعلومة أصبح كاسيميرو اللاعب البرازيلي الشهيد هو ثالث أعلى صفقة صفقة تبيع بريال مدريد عبر تاريخ عبر تاريخ هذا النادي طبعا بانتقاله لمنجستن مثل ما حكيته 70 مليون يورو بالإضافة للحوافز طبعا بيتسطر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أغلى صفقة تم بيع بالنسبة لريال مدريد ب117 مليون يورو بانتقال رونالدو لصفوف جوفانتوس الإيطالي الصفقة الثانية هي للأرجنتيني أنخل ديماريال انتقل من صفوف ريال مدريد لصفوف أيضا منجستر يونيتد عام 2014 مقابل 75 مليون يورو وكاسيميرو رح يكون بالمتكس الثالث بتاريخ النادي صفقات البيع بالنسبة للنادي الملكي ب70 مليون يورو وطبعا مثل ما حكيت رح يكون انتقاله لصفوف المال يونايتد أحد أعرق الأندية بأوروبا وبإنجلترا طبعا حاليا أصبح بصفوف المال يونايتد ثلاث لاعبين هننا من النادي الملكي أكيد بيتصدروا وبيتقدموا النجم الهدافة كريستيانو رونالدو البرتغالي بالإضافة للمدافع الفرنسي رفائل فاران اللي كان أيضا بصفوف ريال مدريد وحاليا ننضم لإلون اللاعب الفرازيلي اللاعب الوسط المدافع كاسيمير بالإنساء الأخبار الأندية أو بعض الأخبار المتعلقة باللاعبين باريس انجرمن الفرنسي محدد بصراحة من قبل الاتحاد الأوروبي لكلة القدم اليويفا للطرد من البتولات الأوروبية أيضا مع غريمه ومواقمه مارسيليا طبعا هذه العقوبات اللي ممكن تحصل على الناديين من قبل الاتحاد الأوروبي لكلة القدم هذا الشيء بسبب الخسائر المالية اللي يعني يتعرض إلى الناديين بسبب عدم التزام الناديين الفرنسيين بسياسة اللاعب المالي المظيف بحسب تقرير صحفي فرنسي تحديدا صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أنه الهيئة المالية للاتحاد الأوروبي أقرت اتفاق تسوية مع النياديين الفرنسيين بيشمل هذه التسوية بتشمل عقوبات اقتصادية واحتمال يكون مرافق لهذه العقوبات الاقتصادية فيها أيضا عقوبات رياضية في حال عدم تغيير سياسة السياسة المالية تحديدا اللاعب المالي النظيف بالنسبة للناديين الفرنسيين باريس سان جرمان كان عم يتعرض لخسائر مالية تجاوزت 30 مليون يورو اللي هي مسموحة فيها خلال السنوات الثلاثة الماضية مسموحة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه أي نادي محترف مشارك بالبطولات الأوروبية أنه يخسر 30 مليون يورو فقط من ضمنه طبعا ممكن دفع رواتب اللاعبين لكن باريس سان جرمان وأيضا مارسيليا عم يكون الخسارة أكبر من هيك وهذا طبعا بعرضوا للعقوبات وهذا يعتبر لعب مالي غير مظيف بالنسبة لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاليا صار باريس سان جرمان ملزم مع مارسيليا أنه يعيدوا حساباتهم المالية تجنبا للتعرض لعقوبات قاسية مثل ما ذكرت احتمال أنه توصل هاي العقوبات لاستبعاد الناديين للمشاركة بالبطولات الأوروبية بالنسبة لهي المالية للاتحاد الأوروبي ما اقتنعت بالملفات البرسلة من قبل الناديين وطبعا تم تغريمهم بالفترة الماضية من الأخبار الأندية والعقوبات اللي ممكن يتعرض لها تحديدا النادي باريس سان جرمان اللي اليوم يعتبر بنسبة لعشرة كرة القدم هو من أهم وأقوى أندية كرة القدم في أوروبا وعلى المستوى العالمي من روح لأسبانيا المهاجم البولندي الشهير روبرت ليفاندو بيسكي اللي انتقل حديثا هذا الموسم لصفوف برشلونة الإسباني عم يتعرض هذا المهاجم لحالة سرقة تم سرقة ساعة يده هذا الشيء كان عند وصوله بسيارته الخاصة لمركز جوان جاربا اللي هو طبعا الملعب التدريبي الخاص بالنادي الكتالوني برشلونة طبعا ليفاندو بيسكي توقف عند الملعب أو القرب من ملعب التدريب مع بعض الجماهير الكتالونية بدأ بالسلام وتحية على هاي الجماهير الكتالونية أيضا بدأ بتوقيع بعض الأوتوغرافات لهذه الجماهير بحسب الشرقة أنه أحد الشباب تقدم من سيارة ليفاندو بيسكي وقام بينزع الساعة الخاصة الساعة الثمينة من يد المهاجم البولندي الشهير طبعا الشرقة الكتالونية بحسب ما صدحت أنه هي أرقت القبض على الشاب البالغ من العمر 19 عام بعد قل من ساعة على هذا الحادث وكان الشاب يختبه بأحد الأحراش القريبة من ملعب النادي الكتالوني أيضا الشرقة الكتالونية أوضحه أنه تم توجيه تهمة السرقة بالعنف للسارق حتى لو أنه ليفاندو بيسكي ما تعرض لأي مضايقات فقط سرقة منه الساعة لكن الشرقة الكتالونية أو القوانين الكتالونية بتعتبر أنه انتزاع الساعة من يد اللاعب البولندي يعتبر شيء له علاءة بالعنف أو هو بيعتبر أحد أنواع العنف بحسب الشرقة الكتالونية طبعا بعض المصادر أكيد كل يمكن اللي عم يسمعنا ويشاهدنا يمكن بحب يعرف ثمن هذه الساعة التمينة بالنسبة لليفاندو بيسكي بعض المصادر الصحفية الأوروبية من قناة ديلي دبيو الألمانية تحدثت أن ثمن الساعة يقدر بـ 70 ألف يورو أكيد يعني سعر يعتبر خيالي بالنسبة لساعة يد ليفاندو بيسكي طبعا مشجعي وأشراق برشلونة بيعتبر أن ليفاندو بيسكي هو أحد أهم وأقوى الصفقات اللي حقق الفريق الكتالوني هذا الموسم طبعا ليفاندو بيسكي مثل ما نعرف انضم لبرشلونة مع فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقادم من طير الوينشت ألماني مقابل 75 مليون أو 45 مليون يورو أبيض الجماهير الكتالونية كثير بتعول على هذا اللاعب تحديدا بأنه يحقق الأهداف بالليجة الإسبانية وأيضا يسعى أنه يساعد برشلونة أنه يعود لمنصات الكتير إن كان بالليجة الإسبانية أو حتى البطولة الأوروبية الأهم بطولة دوري أبطال أوروبا جلنا منذكر أنه برشلونة الموسم الماضي خرج صفر اليدين ما قدر أنه يحقق الليجة وما قدر أنه حتى يتأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا أنت ذاكرة ببطولة الدوري الأوروبية تحديدا أمام أنترافت فرانفورت اللي حقق هذه البطولة مثل ما حكيت جماهير برشلونة بتعول كتير على اللاعب البولندي الشهير الهداف العملاق روبرد ليفاندوبسكي لأنه يرجع الفريق الكتالوني لأوجه وعطاءه ويرجعه لمنصات التدويج أكيد من خبر صلقة ساعة ريوبرد ليفاندوبسكي نختم معكم جولتنا الرياضية الصباحية لهذا الأسبوع وإن شاء الله نستطيعكم الأسبوع القادم بجولات رياضية جديدة وأخبار رياضية إن كان للأنبياء أو لنجوم كرة القدم أو بائي العلعاب تحياتي لكل اللي نعم يسمعنا ويشوفنا بستيديو الصباح لهذا اليوم تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي أوريانت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر